خلاص المسألة يعني ما بقيتش محتاجة تلطيف ومش احنا بس احنا والعالم كله عندنا المأزق ده ولكن بتتعمل إجراءات اللي منشأناها إن احنا نعدي هذا الأمر هنعدي إزاي وإيه عشان كده في ناس كتيرة مش عايزها تبص أو المحافظة البنك المركزي إنه يعني في يوم وليلة الدولار يقل الدولار يبقى متوافر التضخم الأسعار تقل لا يعني ده مش أنا بقول لحضراتكم ده مش هيحصل خلاص لان يحدث إنما اللي يحدث إيه نوع من أنواع التوازل إزاي أشرح لحضراتكم مثال بسيط النظرية بتقول إيه إن أنا لو فتحت لك الدنيا علشان اللي عايز يستورد أدوات إنتاج اللي عايز يشغل مصانعه وهذا أمر مهم للنمو الاقتصادي وهذا دور من أدوار البنك المركزي لو فتحت لك السكة وديتك اعتمادات ورجعت لك الحياة تستورد وهو الآخره النظرية بتقول إنه هناك حيب فيه ضغط على الدولار والدولار هيزيد النظرية بتقول كده شغلة محافظ البنك المركزي الشاطر إيه؟ إنه آه ممكن الدولار يزيد منه بس في نفس الوقت يمشي الحياة الاقتصادية تاني أولا لازم تقدر تعمل التوازن إنه الحاجة يعني طبعا هيب فيه ضغط يعني أنا بقولك مثلاً النهاردة فيه ناس كتير بتدور على دولار في سوق السودة عند السيارفة وبيشتروه غالي فاللي بيجرى ده بيعمل إيه؟ بيحط ضغط على الدولار إنما هو الشطارة إنه تحرك المصانع تحافظ على العمالة تفتح البلد تخلي هناك تجارة تخلي هناك حركة مفيش مصانع تمشي ناس من عندها تكمل عملية البناء تعمل كل هذه الأشياء وفي نفس الوقت الدولار ما يضربش منك لأنه يبقى عملنا إيه؟ انت فهم إزاي؟ فهنا هنا أجي أقولك بقى هنا يجي دور محافظ البنك المركزي ومن معه إنه إزاي جماعة نعمل الحكاية دي فالسوق النهاردة كله قاعد مستني اديني دولاراتي اديني أشيائي اديني أشتغل اديني أتحرج هتقدر تديني قد إيه؟ ولغاية إمتى؟ طب ولو قلتلي روح ضبر إنت ده برضو رأي من الأراء قالك تروح إنت تجيب دولارك إنت مثلا راجل بتصدر بيجي لك دولار هتشتريه هتعمل أي حاج طب ما إنت لو رحت تجيبه هتضغط على الدولار الدولار يزيد يحصل ارتفاع طيب هو قد إيه ارتفاع انت ممكن تسمح بيه؟ عشان بس حضراتكو تبوا فاهمين المسألة هتتعمل إزاي ما هو الراجل ده احنا ما جبناهوش ما السكنات دنيا فل شمعة من وره احنا قلنا له تعالى اشتغل وفيه أزمة عالمية اقتصادية خارجية داخلية كل شيء هناك تفاول نعم راجل بانكر وعنده خبرات وعنده آه نعم معاه ناس سامي محترمة شامعز العرب وناس نعم كل ده نعم انما في النهاية في موارد في قدرة في فلوس لازم تتدفع في ديون لازم تتسدد في فوائد ديون لازم تتعمل كل ده لازم يتعمل اللي مطلوب ايه من البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر